اشتركوا في القناة ابتدينا ان احنا نكون في الرؤية الستة وشفنا صح 17 والملاك السابع والملائكة السابعة وهي بتنزل للجماعة وابتدى يحنى ملاك منهم يوريله الدينونة للمرأة او للزانية العظيمة اللي هي نبصوا مع بعض على الويت بورد ونشوف خريطة الاصحاح 18 اصحاح 18 في الحقيقة اصحاح هيبقى مليان شوية وهيورينا من اول عدد واحد لعدد ثلاثة اعلان سقوط بابل اعلان سقوط بابل مدينة الشر هو الاصحاح كله هيعلن لنا او هيورينا سقوط وخرب بابل معلش انا عارف انه اصحاح صعب لكن ان شاء الله من اصحاح الجاي الدنيا هتنور من اربعة لتمانية تحذير تحذير الله لأولاده الله هيحذر أولاده من عدد تسعة لعدد عشرين خوف وحزن تابعي بابل الناس اللي هي كانوا فرحانين بيها وبيساعدوها وبدوها كل السابورت لما هتسقط حيبقى بالنسبة لهم حزنهم عظيم جدا من واحد وعشرين لاربعة وعشرين اعلان نهاية بابل أو اعلان نهاية الشر يبقى احنا عندنا اربعة اجزاء في الاصحاح دوت من واحد وثلاثة اعلان سقوط بابل من اربعة لتمانية تحذير الله لأولاده من تسعة لعشرين الخوف والحزن اللي هي ينتاب تابعي بابل من واحد وعشرين لأربعة وعشرين اعلان ونهاية بابل تعالوا مع بعض نبتدي نقرأ الاصحاح ونشوف الاحداث ومعانيها الروحية يبتدي الاصحاح زي ما اتفقنا حيبتدي الاصحاح يقول كده هو ثم بعد هذا بعد هذا زي ما اتفقنا انه بعد كل حدث معين يبتدي القديس يحنى يحاول ينقلنا لتفاصيل اكتر ثم بعد هذا بعد هذا ايه بعد اللي احنا سمعناه عن خراب او عن سقوط بابل رأيت ملاكا نازلا اخر ملاكا اخرا نازلا من السماء لو سلطان عظيم واستنارة الارض من بهاء هنا في منظر شافه قديس يحنى ملاك عظيم نازل من السماء والعظمة هنا هوت رمز للسلطان اللي ربنا مدهوله وانه كلامه بينير الارض استنارت الارض من بهاءه مجده المستوحي او اللي واخده من الله بينير الارض ينير فهم وفكر الناس وصرخ بشدة وبصوت عظيم قائلا نرجع تاني لكلمة صوت عظيم طالما في صوت عظيم يبقى في حدث هام لازم كلنا احنا نتبه ليه صرخ بشدة وبصوت عظيم اعلان وحكم بقى خلاص موضوع داخل في ان الله هيحكم على بابل بالاحكام كان في انذرات وكان في تحذيرات وكان في اعلانات الآن يأتي وقت الادانة يأتي وقت الحكم صرخ بصوت عظيم قائلا سقطت سقطت بابل العظيمة ومحرصا لكل روح النجس ومحرصا لكل طائر نجس وموقوط لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم وملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض استغنوا من وفرات نعيمها صرخ يقولنا أنه بابل الشر كله حينته مسكن الشياطين مسكن الأرواح النجسة مسكن الطيور الجارحة اللي كانت النفوس اللي كانت أو بتحارب شعب ربنا وأولاد الله كل ده حيسقط كل ده حيبق لي نهاية احنا كتير بنقف كده هوت ونلاقي الشر عمال يتعاظم 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 ويبقى الواحد عنده إحساس أنه ربنا مش موجود وأنه ربنا سايب ولاده وأنه ربنا متحاون أنه سايب كل الشر ده يتعظم والناس بتتألم لكن لكن هنا يجي الصوت بشدة وبصوت عظيم وسراخ ويقول لنا كده هوت سقطت سقطت باب العظيمة مدينة الشر مملكة الشيطان سقطت اللي كانت مسكن للشياطين اللي كانت مسكن للأرواح النجسة النفوس اللي كانت بتسكن فيها الشياطين والأرواح النجسة خلاص ليس لهم سلطان على أولاد ربنا لأنه من خمر غضب زناها ليه بقى سقطت لأنها خلت الناس يزنوا مش زنا الجسد ولكن زنا البعض عن ربنا وملوك الأرض زنوا معها عملوا نوع أنواع الجوينت كده الترابط ما بين الشر وما بين الشيطان وما بين الأفعال بتاعتهم عشان يبقى ليهم مكاسب وده بنشوفه كتير إزاي أنه ملوك يقدروا أو يبقوا بيعملوا شرور عظيمة جدا لأجل أنه هو يثبت مملكته لايك مين زي بالضبط مين زي لو تتذكروا حضراتكم هيرودس هيرودس بيحب أخت مرات أخو في يحن يقول له لا يحل لك طب يعمل إيه هو بيحب يوحن على فكرة ليرجعوا فيكم لإنجيل يوحن لأنه لأنه كان يحب يوحن عشان كده ازعل أنه سيضطر أنه يطير رأسه لكن لأنه فيه نهوة ترابط ما بين الشيطان وشهوة قدام 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 بتحقق مكاسب فتجار الأرض استغنوا بكل حياة للشيطان بل بالعكس ده هو غز جواهم شهوة محبة المال فبقى المال بالنسبة لهم إله ليهم مستعدين من أجله أنه هم يعملوا أي شيء عارفين كده هو المسأل الخاطئ اللي يقول كده أن الغاية تبرر الوسيلة لأجل غاية الغنى لأجل غاية النجاح لأجل غاية الشهرة معندوش منع أنه هو يموت اللي حواليه معندوش منع أنه يدوس على الناس اللي حوالي فييجي صوت تاني من السماء لولاد ربنا ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا اخرجوا منها يا شعبي أجمل كلمة في الحتة دي يا شعبي الله بيعتبرنا إحنا شعب إحنا ملكيته لو إحنا مش فرقين مع ربنا حبائي كان قال لنا مالش شوفوا ربنا إزاي كان الآن على لوت وعلى أسرته وقاعد بعت له ملاكين عشان يخرجوا ولوت يفاصل ويتكلم ويستنوا ويعملوا يا حبيبي اهرب لحياتك لا تقف في كل الدائرة ربنا خايف علي وخايف عليك وخايف عليك يقول لك اخرجوا منها اخرج من مكان في شر اخرج من مكان في خطية تعودش في قعدة انت عارف ان القعدة دي نهيتها إدانة ونميمة تعودش في مكان انت عارف ان كلام فيه كلام غير روحي او كلام غير بلاش روحي بس كلام غير لايق لا يليق منك أولاد الله يرجع تاني ويكمل تعالوا نشوف بيقول ايه بقى اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطيئة ولألا تأخذوا من ضرباتها لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله أثامها هنا ربنا بيحاول او الصوت اللي خارج من الملاك آخر خارج بينبه شعب ربنا ويقول له كده هو او الصوت خارج من السماء كصوت الله اخرج لألا تلاقي نفسك في القعدة اللي انت قاعتها دي اشتركت في الخطايا بتاعتها انت بتحبش تدين انت بتحبش تنمي لكن القعدة شغالة وحلوت كلام بقى يعني لذيذ فالواحد لأ نفسه بيخش هزار زاد النكت دخلت زي بالضبط ميجي حد من الشباب يقولك انا مباشربش بس قاعد مع صحابي هم بيشرب طب وإيه الأخبار تأثير السلبي عليك عامل ازاي بعد شوية رحتك تبع عامل ازاي بعد شوية مش حيبقى عندك نفسك كده تجرب رحت التفاح ورحت الخوخ ورحت التوت هتلاقي نفسك يا جماعة الشيطان اسكى مني ومنكم جدا الشيطان ما بيحطش رحت الشيشة القديمة البيخة اللي هي بتاعت المعلم ما كفتها ومش عارف مين اللي قاعد على القهوة والمعلمة فضة لا 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 النهاردة نطور ونخش ونخش بريحة البايبت لا نعمل حاجة ألا زيزة وحاجات للبنات وحاجات للولاد وحجيبك حجيبك هخليك تشترك في الخطايا عشان كده لا تقف في كل الدائرة لألا تأخذوا من ضرباتها الضربة هتيجي على الخطية دي أنت قاعد في وسط يوم يبقى أنت هتتضرب معهم هتقولي ما كنتش بعمل عارفين كده لما يقبضوا على ناس في عربية فيها مخدرات بيعملوا إيه كله يتشال ليه ما هو اللي سايق واللي قاعد واللي راكب العربية كلها تشالت باللي فيها كلهم اتهموا هتقولي بس أنا كنت راكب معهم أنا ما عرفش سامحني سامحيني إحنا لازم نبقى عندنا حكمة لأن خطاياها لحقت للسماء عارفين كده هوت يقول لما قال كده هوت شرهم صعد إلى السماء شرهم صعد إلى السماء خطايا الناس دي وصلت قدام ربنا وتذكر الله آثامح طبعا مش مقصود بتذكر أنه ربنا كالناس يفتكر ولكن تذكر يعني فتح بقى سيما أنا بفتح كده هوت قدامكم فتح بقى سفر الخطايا كل الخطايا الناس دي جازوها كما هي أيضا جازتكم وضعفوا لها ضعفا نظير أعمالها في الكأسة التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا بقدر ما مجدت نفسها وتناعمت إيه اللي هيحصل هنا اللي هيحصل هنا من عدد أربعة لتمانية ربنا بيحذر وبينبه العقوبة اللي هاتيك أنت كابن ربنا اهرب من المكان ده لو سمحت لا تختالد من الأشرار والمزمور الأول واضح جدا توب الله الرجل إذا لم يجلس ولم يقف خلي بالك لأنك أنت لو قعدت هتشترك ولو قفت هتشترك ولو مشيت هتشترك لأن العقوبة هجاية تذكر الله أثامها فهيجازيها بحسب مجازد أولاد ربنا طبعا مش إحنا اللي هنجازي لكن الله هيسمح بمجازات الأشرار الله هيضاعف عليها أعمالها بسبب خطاياها اللي عملتها أو بسبب طهدت أولاد ربنا أو بسبب أنها ظلمت أولاد ربنا أو بسبب أنها عزبت أولاد ربنا في الكأسة التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا بحجم الكأس الألم اللي شربته الأولاد الله الله هيشربها أضعاف هيعقبها بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت إيه اللي هيحصل بقاها هي مجدت نفسها وتنعمت عشان كده خلي بالكم أحبائي الإنسان لما بيخش في لجري زيادة بينسى ربنا والكلام ده قالوا ربنا لشعب إسرائيل قالوا أوعي إسرائيل لما تخش وتقعد في الأرض وتأكل وتشرب تنسى ربنا في الحقيقة هم عملوا كده أول ما قاعدوا أكلوا وشربوا نسوا ربنا عشان كده كنيستنا الجميلة بحكمتها الروحية تخليه كل شيء نصوم أخبار الخمسين إيه؟ أخبار الأكل إيه؟ أخبار المطنيات والصلاة دنيا بتنام مع الواحد فكل شيء كنيستنا يقولك طب تعالى بقى خد صوم رسط تقوله ده بتاع مش عارف الكهنة كهنة مين؟ كهنة مين؟ ده الصوم ده لكل الناس ده كنيستنا بتشجعك تسترجع روحياتك وتحمس نفسك تاني وبعاكها تديك في طار وبعاكها تقولك العذرة جت صوم العذرة وبعاكها أخذ العذرة باعن تقولك الميلاد جاه باعن أخص الميلاد تقولك يونان جاه باعن أخص يونان الصوم الكبير جاه أنسون عملية دايرة كل شوية كنيسة تفطرنا بس ترجع تصومنا تاني بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت خلوا أبالكم أنه كل ما الإنسان بينعم جسده كل ما الجسده بيقوم عليه كل ما تأكله وتريحه وتنيمه وتبطبطه كده يبتدي يهيج عليك يهيج بقى أنه يطلب أكتر يبقى مش عجبه المكان اللي هو قاعد فيه فيعايز يشتغل أكتر عشان يجيب فلوس أكتر عشان يعود في فيلا بدل ما هو قاعد في شقة عشان يعود في شقة كبيرة بدل ما هو قاعد في شقة صغيرة عشان يأكل مش عارفية عشان بدل ما هو بيأكل اللي هو بيأكل بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا لأنها تقول في قلبها أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا شوفوا النفس المتكبرة مجدت نفسها نوع نوع فيه نفوس كده تتكبر على الناس ربنا مديله نعمة معايا فتكبر على الناس حبيبي بالراحة اللي عندك نعمة من ربنا احترس لألا يسحبها ربنا منك تنعمت بلزتها وشهوتها اوعد سيب نفسك للزة جسد الحرب موجودة؟ يس موجودة وكلنا تحت الألام زي ما قال على إيلية لكن اوعد سلم نفسك لما تقول عنها أنا جالسة ملكة ملكة يعني ليه سلطان وليه عز وجاه وهو إحساس بالكبرية لكن الإنسان متضع شوفوا يعني الفرق الرهيب بين العذرة أم الله وبين اللي بنسمعه نحن هو أم ربنا تقول عن نفسها إيه؟ هو ذا أنا أمة الراب ليكن ليك قولك اتضاع وتقول عنها لسته أرمالة عارفين كده هو العجوز اللي هي الصائبة المتصبية يعني عايزة تبقى شابة عجوزة ومش عايزة تحس أنها بتشيخ عايز تفضل في إغراءها للناس واسقطها للناس في الخطير ولن أرى حزنا أبدا سيتحول مجدها إلى بكاء وعويل وصرار هي شايفة أنه لن يذهب عنها جمالها ولا مجدها من أجل ذلك من أجل ذلك بقى من أجل حالة الكبرياء في يوم واحد ستأتي ضرباتها ما عندهاش وقت بقى تراجع بقى خلاص كأس غضب ربنا امتلأ عليها فما عندهاش تاني وقت النفس اللي هتفضل مشي بالروح دي بدون روح الاتضاع والنسك والصوم والصلاة وأن الإنسان يجرب حياة الأباء اللي عاشوا في تجرد ويجرد نفسه بمقدار بسيط جدا مش لازم أكل كل حاجة بحبها مش لازم أكل كمية كبيرة ممكن واحد يتجرد شوية في دوق ممكن يوم يجرب ينام على الأرض حاجتين أول حاجة عشان تكسر شهوة الجسد وتكسر حتة التعظم اللي عندك وفي نفس الوقت تحس بالناس الغلابة اللي ما يمن على الأرض فيما هو جر بأحبائي يقدر أن يعين المجربين لو أنت دوقت الجوع هتقدر تعرف يعني إيه لما واحد يقول لك يا أستاذ أنا جعان يا مدام أنا جعانة هتطلع سندوقتش وتديله وتقول أنا أبقى روحاكل في يوم واحد ستأتي ضرباتها فاكرين كده هوت الغني الغبي لما قعد قال أبني وكبر ووسع تقال له إيه يا غبي اليوم تأخذ نفسك منك هذه اللي من أعددت أعددت حاجات حلوة كبرت ووسعت فعلا لكن كلها هيتاخد منك دلوقتي أنت اللي هتتاخد من الحاجة دي الحاجة دي هتعرض وهيجي غيرك يستعملها تبقى أنت مستفدتش بها بحاجة كان بالأولى اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم تكون لنفسك أصدقاء في العالم فيقفوا قدام ربنا يقولوا فلان دايما وقف معانا وسندنا فلان دايما تعطف علينا ده كان دايما بيهتم بينا مين بقى اللي اللي هياخدوا الدربات دي ايه الدربات دي موت وحزن وجوع وتحترق بالنار لأن الرب الإله الذي يدينها قوي إلهنا إله قوي فيحول بقى كل الفرح بتاعها والملك بتاعها وأنها مش أرملة شايفة أن نفسها صبية وأنها مش هتحزن إلى موت وحزن وجوع وتحترق بالنار يفنى كل عملها يفنى كل حياتها من أول عدد تسعة تعالوا نشوف بقى حزن الناس اللي كانوا ماشيين وراه اللي كانوا مهتمين أو بيه وسيبكى ينوح عليها ملوك الأرض ملوك الأرض الناس اللي كونوا واعتبروها سند ليهم الذين زنوا وتناعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها قالين ويل ويل يطر ويل لمين ويل ليهم هم لأنه كانوا معتمدين عليها بيتمتعوا معاها وبيزنوا معاها وبيكلوا من أكلها ويعيشوا معاها ولا ويل لنا لأنه إحنا إحنا هنعاني الحزن لفقدانها وعدم وجودها ويل ويل المدينة العظيمة بابل المدينة القوية اللي كنا فاكرين أنها عمرها ما تنهار لأنها في ساعة واحدة جاءت دينونتها خلي بالك أنك أنت طول ما أنت عايش اصهروا وصلوا طول ما أنت منتبه لأن لا يسرك أحد إكليلك طول ما أنت منتبه لتبتك طول ما أنت الساعة دية لما تيجي تقول له مستعدهم قلبي الله مستعدهم قلبي وابكي تجار الأرض وينحون عليها التجار دولة حكايتهم حكاية بقى هم ثلاث فئات كده هوت هنشوف حينهاروا لما آسف لما بابل تسقط ملوك الأرض تجار الأرض البحارة احنا شفنا الملوك الملوك اللي كانوا بيتنعموا معاها وفي ملكها وعايشين بملكهم في أراضيها دولة ضاعت متعتهم طب والتجار التجار دي الناس اللي بتبيع وتشتري ويبكي تجار الأرض وينحون عليه لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد عارفين كده هوت الشيطان العمال بيعرض علينا خطية لو تخيلوا كده لو الناس قررت أنها بلاش دي هقول لكم حاجة تانية عارفين كده هوت لما ييجي الأقباط يصوموا بتاع اللبن يشتكي بتاع اللحمة يشتكي بتاع الفراخ يشتكي يشتكوا ليه ومحنش بيعوا ما بيعوش ما فيش لبيع ولا شرة يا جماعة هتفطروا إمتى يا جماعة هتفطروا إمتى أهو ده بالضبط لما مدينة الشر تنهار الناس اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا فيها بيمارسوا تجارات جواها ونشوف أنواع التجارات الرهيبة اللي كانت بتمارس دولة خلاص هيتفقروا لأن بضائعهم لا يشتريها أحدهم فيه ما بعد طب إيه البضائع بقى دي تعالوا نشوف بضائع من الزهب والفضة والحجر الكريم واللقلل صروات زينة الإنسان اللي بيتزينه الأشرار اللي ما يحبه يظهروا إغراءتهم للناس بزينة العالم شايفيه فاكريم بولي سأل إيه على المرأة الجميلة اللي تتزين بالروح الوديع الهادي لا بدفر الشعر ولا بالدهب والبز والأرجوان والحرير والكرمز بيبيعوا ملبسات هدو في نفوز تلبس بس تلبس باحتشام تلبس بطهارة تلبس بعفة تلبس بنقاوة ما فيه ناس بتلبس بإغراء وشيء فاضح ويبقى الناس بتشاور على بنات ربنا بأنهم مناظرهم أو لبسهم غير مناسب غير لاحق يبقوا وقفين في الأفرح عشان تفرجوا علينا وكل عيد عود ثني نوع من أنواع اللي بتدي روايح جميلة وكل إناء من العاج وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر عارفين بقى الناس لما تبتدي تعمل بيوت بأساس وتمثيل من العاج وتصرف مصاريف رهيبة لي حبيبي عايز أغلع حاجة عايز أعظم حاجة تذكر كده أحد الأباء مرة حكى أنه راح بيت واحدة ستة عيشة لوحدة فراح لقاها قاعدة في قوضة والقوضة تراب وفي كورنر القوضة كده فرشة فرشة ونايمة عليه فلا يعني محتاجة إيه أمي عشان مرة جاية نجيب لك قاعدة لحبيبي خير كتير نشكر ربنا مش محتاجة حاجة فهو بس كده هو في حوالينا القوضة يعني مش لاقي حاجة يقول إنها مش محتاجاها مرة حكتلكم على الست بتاعة بتاعة سوهاج ديت لما كنا بنزور دير من الأديرة واقف مستني الشباب يخرجوا من الأم دولاجي فقالت لي تفضل يا أبونا فقالت لها لا معليش عشان الولاد وكده هوت مش عايزة تأخر عليهم قالت لي لازم تخش بباركنا فدخلت باركتهم صليت للراجل مشلول فهو إحنا خارج بديها بركة يا خرابي عن العملته فيها كادت إنها تقول لي إزا أبونا إزا أبونا إزا يتعمل كده كإني عملت حاجة غلط جدا هي مفيش حاجة في البيت خالص كل اللي قلت لها قلت لها دي بركة من أبونا محدش يرفض البركة قلوا لأنها رديت إنها تأخذ وإرفة وبخور وطيبا ولبانا النوع من أنواع بقى العطور إنسان يحط عطور أوكي ومال وإنسان يبقى ريحته حلوة دي حاجة كويسة لكن المبلغة هو دي الشيء الوحش وخمرا وزيتا وسميزا اللي هو الدقيق وحنطة اللي هو الأمح وبهائم وغنما أفخر أنواع الأكل والشرب وماله الإنسان يأكل وماله الإنسان يعيش باعتدال لكن بدون مبلغة وبدون شهوات أحبائي اللي جاي بقى هيبقى صعب وخيلا ومركبات دي اللي هي يعني الحاجات اللي كانوا بيركبوها وأجسادا ونفوس الناس الناس دي كان بيتتاجر في إيه؟ أجساد ونفوس الناس عارفين يعني أجساد؟ يعني سامحوني الضهارة الزنا يعني عارفين كده هوت في مؤسسات كبيرة جدا ومنظمات شغلتها تجيب البنات وتخضعهم وتشغلهم مش لأن هي البنت عايزة صدقوني لأ لأنها مجبرة أنها تعمل كده ممسوكة على أهلها حاجة مزلولة هي بحاجة معينة فيبقى هي بتعمل كده هوت لأجل شيء معين تجار ونفوس الناس اللي هم العبيد كانوا بيبيعوا ويشتروا في الناس تفتكروا إيه شعور ربنا هو شايف ولاده بيتباعه وبيهانه بهذه الطريقة وذهب عنك جني شهوى نفسك وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي ولن تجدي فيما بعد اللي جنيته كله وشهوات نفسها كل ده هيديع منها كل ده هيديع منها فاكرين ربنا علمنا إحنا إيه قال لنا كده لا تهتموا بما تأكلوا بما تشربوا بما تلبسوا كل تألفات ده اللي الناس بيتجروا فيه كده هوت اوعى تهتم اهتموا أولا بملكوت الله وبروازي كلها تزاد لكم وبولس مرة قال كلمة مهمة جدا قال إن كان لنا كوت ماما وكسوة لبس فلنكتفي بها آه ممكن واحد بقى بيشتغل فلازم عنده بدلة وعنده مش عارف إيه لازم يروح بعربية لكن في واحد بقى يبقى عنده عربية وده لنه 3 و 4 و 5 واصل دي كذا ودي كذا ودي كذا ولبس مش عارف إيه لا تهتموا أحبائي لألا نتسرق لأنه حيكون كيوم وذهب عنك جني شهوة نفسك وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي ولن تجديه فيما بعد أنا يعني الآية دي ما تجيش قدامي غير باطل أبطيل ألكل باطل وقبض الريح ولمنفع تحت الشمس قال له سليمان كده أن كل شيء حينته فالإنسان لازم يبقى حكيم هو بيستعمل يستعملون العالم وكأنهم لا يستعملونه يستعملون العالم وكأنهم لا يستعملونه تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها الناس اللي اعتمدت بقى يبيعوا الحاجات دي في أماكن الشر سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابها يبكون وينحون لأنهم هيتخرب بيتهم ويقولون ويل ويل المدينة العظيمة المتسربلة ببز وارجوان وكرمز والمتحلية بزهب وحجر كريم ولقلق كل المجد اللي كانت فيه والتجارات اللي هما خلتهم أغنية من وراها وكانوا بيستفيدوا منها كل ده هيضيع ويل المدينة دي تحصل لها إيه؟ لأنه في ساعة واحدة خربة غنى مثل هذا هيحصل خراب ليهم كله نيجي بقى للطايفة الثالثة وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد مين بقى الناس دي دول الوسطاء دول اللي بيعملوا عملية ترانسفير اللي بينقلوا من مكان لمكان اللي بينقلوا العبيد من إفريقيا لأوروبا وأمريكا اللي بينقلوا البنات من روسيا لأوروبا وأمريكا الناس اللي بتمارس الشر دولة ووسطاء الشر إن كان فيه الملوك اللي بيتلززوا بالناس دي وإذا كان فيه التجار اللي بيشتروا ويجيبوا الحاجات دي عشان الملوك دولة يستعملوها ففيه واحد وصيد بقى هو اللي بيجيب الحاجات دي هم الملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها قائلين أي مدينة مثل المدينة العظيمة وألقوا طرابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها لأنها في ساعة واحدة خريبت هما هي خريبت هما تخربوا لأنه إنسان كان ماشي في الشر ممكن ما تبقاش أنت بتعمل الشر لكن أنت بتساعد على الشر عارفين وينه اللي من تأتي منه العثارات أهو كده وفكرة أنهما يلقوا طراب على رؤوسهم ده كانت عادة معروفة زمان لما الناس يمطلهم حد أو يحصلهم خراب شديد فهما هما تشايفين الخراب اللي جاء على المدينة اللي كانوا بيسترزقوا منها وبيمرسوا أعمالهم معها عدد عشرين عدد جميل بقى افرحي أياتها السماوات والرسل والقدسون والأنبياء لأن الرب قد دانها دينونتكم يعني إيه دانها دينونتكم فاكرين كده هوت لما جاء قالوا له حتى متى في صح 6 لو تتذكروا رؤية 6 حتى متى أيها الكدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض فلهم استريحوا حتى يكمل أخوتكم كان هنا ربنا بيقولون بقى خلاص افرحوا افرحوا لأن الحكم عادل ربنا عادل في أحكامه وربنا هيحكم على مدينة الشر وهيكافئ أولاده اللي في السماء الملايكة فرحانة لأنه عادل الله على الأرض الآن الناس اللي اتظلمت خلاص هيرجع لهم حقهم الناس اللي اتعذبت واستشهدت هيتنعموا بالحياة الدائمة والأبدية والأشرار هيروحوا إلى الجحيم الأبدي الرسل القدسين الناس اللي جهدت في حياتها الروحية الأنبياء اللي تنبأوا على ربنا لأن الرب دانا دينونتكم يعني إداكم حقكم وأدنهم وعاقبهم بحسب سوء أعمالهم ورفع العدد 21 ورفع ملاك قوي حجرا كرحة عظيمة ورماه في البحر قائلا هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد وصوت الضاربين بالكثارة والمغنيين والمزمرين والنافخين بالجوق لن يسمع فيها فيما بعد وكل صانع صناع لن يوجد فيك فيما بعد وصوت رحة اللي هي اللي بيعجنوا بها أو بيتحانوا بها الدقي لن يسمع فيك فيما بعد إيه الموضوع ربنا ادانا كده عارفين كده في مدارس الأحد لما يد وسيلة إضاحة هو ادانا كده وسيلة إضاحة جمالا قوي ومسك حجرا رحة عظيم اللي بيتحانوا بيه الدقي وقابر ما في البحر وقال لهم إيه كده خلاص بابل هتغرق وتنتهي ولا توجد فيه مبعا يذكركم بإيه يذكركم بآية قالها ربنا يسوع المسيح في إنجيل متى قال من أعصر أحد أخوتي هؤلاء الأصاغر فخير له أن يطوق عنقه بحجر رحة ويرمي نفسه في البحر مش عايزين نشوف وشه يقطع من قدامنا خلاص يموت وينتهي أهو كده بالزبط الشر حيموت وينتهي وهينتهي كل الأفراح اللي كانت موجودة فيها ولا حتى الأكل ولا الناس ونور سراجل لن يضي فيها فيما بعد ولا حتى نور في بيت عيبان وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد ما فيش أفراح لأن تجارك كانوا عظماء الأرض إذ بسحرك طلت جميع الأمم هي أغوة الناس بسحرها بأعمال الشيطانية وليس بأعمال صالح وفيما وجد دم أنبياء وقدسين وجميع من قتل على الأرض الدنيا هتنتهي بسبب اللي انت عملت بسبب الشر اللي كان في الأرض هتنتهي باب النهاية تامة وتبتدي دينوناتها بقى وتبتدي تكمل حياتها باب الأقصد بيها مملكة الشر كل إنسان رفض يعيش مع ربنا حياة توبة كل إنسان قال أنا كده مبسوط كل إنسان جدف على الله كل إنسان رفض عمل الروح القدس جواه لكن أولاد الله قال لهم كده هو ترجع تاني للآية آية عشرين أما قال لهم إيه افرحي لها أياتها السماء والرسل للقدسون والأنبياء لأن الرب قد دانها دينوناتكم افرحوا بقى لأنه انتم جي يوم عدل ربنا الله مستحق وعادل الله محب وعادل إحنا نصق إن إلهنا إله محب جدا وإله عادل جدا لأنه يجازي كل واحد بحسب أعماله أبشركم وأوعدكم من المرة الجاية بقى هنبتدي نقول كلام حلو ما كلام برضو حلو إنه دينونات الأشرار ده كلام كويس ده كلام يطمننا إن إحنا جهدنا وقشرتنا وحياتنا مع الأرض مش هتضيع كل كأس ماء بارد كل تعب محبة لأجر عند ربنا من الإصحاح الجاي إصحاح 19 بإذن ربنا نتمتع بكلام حلو ربنا يبارككم ويكون معاكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأرض م